اشتركوا في القناة قال اين تريد؟ قال اريد قطع الشجرة قال ليس لك الى ذلك سبيل اني مانعك منها فصارعه الرجل المؤمن فصرعه فتعجب الشيطان انك انسي ان يغلبني فقام اليه متلطفا متوددا فقال يا عبدالله ان الله قد اسقط عنك هذا وان القوم انقطعتها عبدوا غيرها افلا ادلك على ما هو خير من ذاك قال الرجل وماذاك قال انك رجل فخير فهلك في مال تنفق منه على نفسك وتتصدق على اهلك وجيرانك فيكون انفع لك وللمؤمنين من قطع الشجرة قال نعم قال فارجع ولك علي ان تصبح كل يوم وتحت وسادتك درهمان فاطرق الرجل مفكرا ثم عاد ادراجه فكان كلما اصبح وجدت درهمين عند رأسه حتى اذا ما الف الدراهم منعها الشيطان عنه فارتاع لذلك ثم هرع الى فأسه مغضبا وقال لأقطعن الشجرة فلما رآه الشيطان قال ليس لك الى ذلك سبيل واني لمالعك منها اليوم فاستشاط الرجل غضبا وانقض عليه ليفتك به فما لدت الشيطان انصرعه فلما بهت الرجل قال له الشيطان ساخرا اوما تدري من انا جئت في المرة الاولى غضبا لله فصرعتني واليوم جئت من اجل الدراهم فسلطت عليك فصرعتك فسلطت عليك فصرعتك فسلطت عليك فصرعتك يحكى ان رجلا كان يجلس مع ابنته الصغيرة يشاهدان الاخبار على التلفاز وفجأة بدأت القنوات تعرض صورا لاطفال غزة وهم يعيشون تحت القصف والدمار بدت الحيرة على وجه الطفلة ثم سألت والدها ببراءة يا ابي لماذا يحدث كل هذا لهؤلاء الاطفال ما ترينه في هذه الصور هو ظلم كبير يتعرض له اهل غزة وهؤلاء الصهاينة ومعهم قوى الشر العالمية استباحوا دماء المسلمين منذ سنوات طويلة ونحن على ثقة بان الله سبحانه وتعالى سينصر اهل الحق وسيقتص من اهل الباطل في الدنيا والاخرة ولكن الناس يستعجلون طالما ان الحق مع اهل فلسطين فلماذا لا يساعدهم احد للأسف يا صغيرتي نحن في عالم لا يعترف الا بالقوي حتى لو كان على باطل ويترك الضعيف ولو كان معه الحق واهل غزة على الحق ولكن خذلهم الجميع حتى حكام الدول العربية لم يفعلوا الواجب عليهم بل وبعضهم يساعد الاحتلال في قتل اخواننا لا حول ولا قوة الا بالله فما الواجب علينا يا ابي تجاه اهل غزة الواجب نصرتهم والوقوف معهم نصرة المظلوم واجبة على كل مسلم يستطيع ذلك كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكن يا ابي هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينصر جميع المظلومين ام فقط المسلمين كان ينصر جميع المظلومين والمستضعفين وقبل البعثة النبوية شارك في حلف يسمى حلف الفضول وكان هذا الحلف يهدف الى نصرة كل مظلوم في مكة بغض النظر عن قبيلته او دينه النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بان نصرة المظلوم واجبة على كل انسان وهذه كانت من ابرز خصاله قبل وبعد البعثة النبوية ما اجمل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يا ابي كيف يمكننا نحن الضعفاء ان نساعد اهل غزة بعد ان خذلهم اصحاب السلطة والقوة والجيوش اشعر بالخجل كلما سئلت هذا السؤال نحن لسنا ضعفاء ولسنا اقلية وانما اصبحنا اسرى وسجناء للحدود الوهمية ولا نستطيع الوصول الى المسلمين لانقاذهم لكن على الاقل يجب ان نكون في صف المظلومين ونستنكر ما يحدث لهم ونبرأ الى الله من خذلانهم لكن يا ابي هل هذا يكفي لنصرة اهل غزة بعد هذه المجازر المخيفة بالطبع لا يكفي بل الواجب علينا ان نكون معهم نقاتل وندافع عنهم ولكن للأسف لا سبيل للوصول اليهم اذا سنبقى نتفرج عليهم دون ان نفعل لهم شيئا هل هناك وسيلة لمساعدتهم اذا عجزنا عن نصرتهم بالسلاح فلا اقل ان ندعو لهم فالدعاء سلاح قوي ويمكننا ايضا نشر الوعي بما يحدث لهم واذا استطعنا يمكننا التبرع بالمال او المساعدة بطرق اخرى مثل مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني المهم ان لا نتجاهل ما يحدث لهم وان نبقى بجانبهم بقلوبنا وافعالنا شكرا لك يا ابي لقد تعلمت اليوم ان نصرة المظلوم واجبة على كل مسلم وانا اريد ايضا ان اكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم واريد ان اساعد المظلومين دائما لذلك سوف اسعى لتعريف زميلاتي في المدرسة بقضية فلسطين وسأتبرع بكل مصروفي من اجل دعم اهل غزة ومن اليوم فصاعدا ساقاطع كل المنتجات التي تدعم الصهاينة ما شاء الله احسنت يا صغيرتي واسأل الله تعالى ان يتقبل منك جميع اعمالك لكن هل تستطيعين مقاطعة كينتاكي وماكدونالدز نعم يا ابي انت تعلم اني احبهما كثيرا لكن كيف استسيغ اكل هذا الطعام واخواني يقتلون في غزة ولا يجدون الماء والطعام احسنت يا بنيتي بارك الله فيك وجعلني وإياك من انصار الحق اللهم امين وجميع السامعين في احد الايام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك شاب يعاني من صراع داخلي شديد يعيش في مجتمع ينبذ الرذائل ولكنه لا يستطيع ان يسيطر على رغباته المتزايدة نحو الحرام كان هذا الشاب يعلم ان الزنا امر محرم في الاسلام ولكن تلك الرغبات كانت تلح عليه بشكل لا يطاق ذهب الى المسجد حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع اصحابه عندما اقترب شعر بالخجل والارتباك وقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا تعجب الصحابة من جرأته واخذوا يسجرونه ويمنعونه من الاقتراب لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الشاب ان يقترب اكثر نظر الى الشاب وسأله برفق ولطف اتحبه لامك تلعثم الشاب واجاب بسرعة لا والله لا ارضاه لامي ابتسم النبي وقال له وكذلك الناس لا يحبونه لامهاتهم ثم تابع يسأله اتحبه لابنتك او لاختك او لعمتك او لخالتك وفي كل مرة كان الشاب يجيب بالنفي وكان يستشعر مع كل سؤال مدى بشاعة ما طلب وبدأ قلبه يلين ودموعه تنهمر مدركا عمق الخطأ الذي كان على وشك ارتكابه كانت تلك الاسئلة كالمرآت التي تعكس له حقيقة ما كان يطلب وشعر بالخجل من نفسه ومن طلبه هنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده المباركة على صدره ودعا له اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحص فرجه شعر الشاب بسكينة غامرة وكأن جبلا من الهموم قد ازيل عن كاهله ومنذ تلك اللحظة تغير تماما لم يعد يفكر في المعصية بل صار واحدا من اولئك الذين يسعون لتحقيق طهر نفوسهم وارضاء ربهم عرف ان تلك اللحظة التي قضى فيها وقتا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مجرد لحظة عابرة بل كانت نقطة تحول في حياته حتى عادت روحه النقية الى مسارها الصحيح من الفوائد المستخلصة من هذه القصة ان التعامل برفق وحكمة له تأثيرات ايجابية فان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم برحمة وحكمة غير حياة هذا الشاب وقاده الى طريق الهداية والصلاح وكذلك ندرك من هذه القصة اهمية الدعاء في اصلاح القلوب ايضا من الفوائد ان يتأمل المرء عواقب الامور ليدرك بشاعة ما ينوي القيام به وهو درس لنا لنفكر دائما في تأثير افعالنا على الاخرين قبل ان نقدم عليها والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خاندين فيها ونعم اجر العاملين يحكى ان اعرابية وجدت ذئبا صغيرا قد ولد للتو فحنت عليه واخذته وربته وكانت تطعمه من حليب شات عندها وكانت الشات بمثابة الام لذلك الذئب وبعد مرور الوقت كبر الذئب الصغير وعادت الاعرابية يوما الى بيتها فوجدت ان الذئب قد هجم على الشات واكلها فحزنت الاعرابية على صنيع الذئب اللئيم الذي عرف طبعه بالفطرة فانشدت بحزن قائلة بقرت شويهتي وفجعت قلبي وانت لشاتنا ولد ربيب غذيت بدرها وربيت فينا فمن انباك ان اباك ذيب اذا كان الطباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب جلست الطفلة فاطمة بجوار والدها في صالة المنزل بعد عودتها من المدرسة وبدت متأملة وحائرة وحزينة نظرت الى والدها وقالت بتردد ابي لماذا يبدو ان الناس الاخرين يعيشون حياة افضل منا احيانا اشعر بالحزن لانني لا املك ما لديهم يا فاطمة ما حملك على هذا الكلام اليوم رأيت بعض اصدقائي يأتون الى المدرسة بسيارات فخمة ويرتدون ملابس جديدة فاخرة وانا اقطع كل يوم مسافة طويلة مشيا على الاقدام وملابسي قديمة منذ العام الماضي الحمد لله على كل حال ونسأل الله ان يرزقنا الحلال الطيب ولو كنت استطيع اكثر لا اتيت لك بكل ما تحبين اسفة يا ابي اشعرك اني احرجتك ولكنك عودتني ان اقول ما في نفسي احسنت يا فاطمة لا تترددي ابدا في مناقشة امورك معي وانا احب ذلك جزاك الله خيرا يا ابي ولكن كيف اتخلص من هذا الشعور بالنقص امام الاخرين دعيني اقرأ عليك حديثا قد يساعدك على التخلص من هذا الشعور وهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلام في هذا الموضوع بالطبع يا بنيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طبيب القلوب الذي لا ينطق عن الهوى وقد تنبأ بمثل هذا الامر الذي قد يقع لأي انسان عندما يرى غيره قد امتلك من الاموال والنعم ما ليس لديه حسنا يا ابي وما هذا الحديث لقد تشوقت لمعرفته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر ان لا تزدروا نعمة الله وماذا يعني هذا الحديث يا ابي يعني ان علينا ان نوجه انظارنا الى من هم اقل حظا منا في المال والصحة بدلا من النظر الى من لديهم اكثر منا ولكن لماذا يا ابي الا يجب ان نسعى لنكون مثل من هم افضل منا في امور الدنيا الافضل ان ننظر الى من هم اقل منا لكي نتذكر نعم الله علينا وبالطبع نسعى بالحلال ان نحسن اوضاعنا المادية دون نظر الى ما في ايد الاخرين واما في امور الدين فننظر الى من هو افضل منا لكي نقتدي به ونقلده وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهل يمكن ان اقتدي بمن هم افضل مني في الدين بالطبع نعم النفوس الشريفة تنظر في دينها لمن هو فوقها لتقتدي به وفي دنياها لمن هو اسفل منها لتشكر الله وتتواضع وماذا سيحدث لو نظرت دائما الى ما يملكه الاخرون سيتملكك الشعور بالنقص والحسد والحزن وهذا سيمنعك من الشعور بالرضى والشكر على ما لديك ستنشغلين بما تفتقدينه بدلا من الاستمتاع بما تملكين وهل هذا سيؤثر على عبادتي لله عز وجل نعم يا فاطمة عندما ننشغل بالبحث عما لدى الاخرين نصبح اقل اهتماما بالعبادة والطاعة قلوبنا تصبح مشغولة بالدنيا وننسى الاخرة جزاك الله خيرا يا ابي سأحاول ان اطبق هذا الحديث من اليوم ولن انظر الى ما في ايدي الاخرين تذكري دائما ان هناك من هم اقل حظا منك وانظري الى الفقراء والمحتاجين وستدركين كم انت محظوظة بنعم الله عليك وهل هذا سيجعلني اشعر بالسعادة؟ بالتأكيد يا فاطمة عندما تشعرين بالامتنان ستحصلين على راحة النفس وطمأنينة القلب ستعيشين راضية بنعم الله هل هناك شيء اخر يجب ان اتذكره؟ لا تدخلي في مقارنات مستمرة مع الاخرين في الدنيا تذكري ان الرزق من الله وهو يقسمه بين الناس كيفما شاء حسنا يا ابي لقد تعلمت درسا جميلا اليوم وسأحاول من الان ان اكون ممتنة لما لدي فهمت فاطمة بعد هذا الحوار ان السعادة تكمن في شكر النعم والرضا بما قسمه الله لها وتعلمت ان مقارنة نفسها بالاخرين في الدنيا لن تجلب لها الا القلق وانها كلما نظرت الى من هم اقل حظة كلما شعرت بنعم الله عليها وازدادت في الطاعة كان عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة واحد ساداتها وفقهائها وكان يعرف بالحكمة والعلم في يوم من الايام سئل في مسألة فاخطأ فيها فقال له تلميذه الامام عبد الرحمن بن مهدي اصلحك الله يا امام القول في هذه المسألة هو كذا وكذا سكت عبيد الله وتفكر فيما قيل له ثم رفع رأسه وقال بصوت مليء بالتواضع اذا ارجع وانا صاغر لان اكون ذنبا في الحق احب الي من ان اكون رأسا في الباطل كانت هذه الكلمات درسا عظيما في التواضع يروى جيلا بعد جيل ليعلم الناس ان العظمة الحقيقية تكمن في القدرة على الاعتراف بالخطأ وقبول النصيحة من اي شخص رحم الله ائمتنا ونفعنا بعلمهم وادبهم في مساء يوم هادئ اجتمع مجموعة من الشباب في حديقة صغيرة بجانب المسجد بعد صلاة العشاء كانوا يتبادلون اطراف الحديث عن حياتهم وامور الدين كان بينهم شاب يدعى يوسف معروف بتقواه وحرصه على العبادات حضر احد الاصدقاء وجلس بجواره وهو شاب طيب ولكنه لا يلتزم بالعبادات ويقع دائما في بعض المعاصي سأله يوسف لماذا لا تصلي معنا في المسجد وتذهب الى بعض الاماكن المشبوهة؟ اعرف انني مقصر واحاول ان اتحسن وسأحاول الصلاة في المسجد ان شاء الله مشكلتك ليست فقط عدم الصلاة في المسجد بل بسبب ذنوبك الكثيرة هل تظن ان الله سوف يغفر لك؟ اتركني وشأني فالمغفرة بيد الله عز وجل يبدو انك لا تريد ان تسمع النصائح من احد قد نصحتك كثيرا ولم تترك هذا الطريق والله لن يغفر الله لك وهنا صدم الجميع وشعر خالد احد الحاضرين بالقلق من حديث يوسف ولكن لم يرد ان يزيد التوتر بين الاصدقاء وبعد انتهاء الجلسة ذهب مباشرة الى منزله وجلس مع والده ليحكي له ما جرى عندما سمع الوالد القصة تنهد بعمق وقال ما قاله يوسف خطير جدا يجب ان نكون حذرين فيما نقوله للاخرين خاصة عندما نتحدث عن رحمة الله ومغفرته بحق المذنبين ماذا تقصد من كلامك هذا يا ابي ستفهم ما اريد بعد ان اقص عليك هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بني اسرائيل رجلان كان احدهما مجتهدا في العبادة وكان الاخر مسرفا على نفسه فكان متاخيين فكان المجتهد لا يزال يرى الاخر على ذنب فيقول يا هذا اقصر فيقول خلني وربي ابعثت علي رقيبة الى ان رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له ويحك اقصر قال خلني وربي ابعثت علي رقيبة فقال والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنة ابدا فبعث الله اليهما ملكا فقبض ارواحهما واجتمعا عنده فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للاخر اكنت بي عالما اكنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به الى النار فوالذي نفس ابي القاسم بيده لتكلم بكلمة اوبقد دنياه واخرته انا لله وانا اليه راجعون ما اعظم هذا الحديث لقد خشيت على يوسف نسأل الله العفو والعافية صدقت يا خالد ان التألي على الله او القسم بان الله لن يغفر لشخص ما يمكن ان يكون سببا في احباط اعمال الانسان لكن يوسف كان غاضبا من تقصير زميلنا في الصلاة وارتكابه للمعاصي اليس من حقه ان ينصحه بالطبع يا بني النصيحة واجبة على كل مسلم ولكن يجب ان تكون بحكمة ولطف وان نتوقف عند النصيحة ولا نتخطى حدودنا ونتدخل في رحمة الله ومغفرته نعم الان فهمت علينا النصيحة بالرفق واللين وعدم التكبر والاغترار بالنفس وتعيير الاخرين بالذنوب والمعاصي احسنت يا خالد يوسف كان يجب ان يتجنب القسم على ما لا يعلم لانه ليس له الحق في ان يحدد مصير صديقه عند الله فهمت يا ابي يجب ان نتذكر دائما ان رحمة الله واسعة ولا يجب ان نتألى عليه سبحانه وتعالى بالضبط يا خالد يجب ان نكون متواضعين ونعلم ان الله هو الاعلم بقلوب الناس علينا ان نكون رحيمين في نصحنا ولا نقطع الامل ابدا في طلب الرحمة للاخرين مهما وقعوا في الذنوب وفي نفس الوقت نقوم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لقد تعلمت اليوم درسا عظيما وسأحاول ان اتحدث مع يوسف غدا واشرح له الامر لعله يتوب ويرجع عن هذا الذنب العظيم احسنت يا بني اسأل الله لك التوفيق والسداد في اليوم التالي التقى خالد بيوسف واخبره بما دار بينه وبين والده فهم يوسف خطأه وشعر بالندم على كلماته القاسية وقرر ان يعتذر لصديقه ويطلب منه العفو قابله صديقه بالعفو وقال له اسأل الله ان يغفر لي ولك وان يجمعنا في الجنة جزاك الله خيرا اللهم امين اريد ان ابشرك بانني قررت التوبة الى الله وساحرص على الالتحاق بصلاة الجماعة وارجو منكم جميعا الدعاء لي بالتوفيق والثبات وهكذا تعلم الجميع درسا قيما عن رحمة الله وعن اهمية الحذر في الكلام خاصة عندما يتعلق الامر بامور الغيب وبعد اشهر قليلة اصبح الشاب المقصر في الصلاة اول الحضور لصلاة الجماعة وصار اماما يصلي بالناس وصار قدوة في الاخلاق والتقوى والصلاح في مساء هادئ كان سالم يجلس مع والده في حديقة المنزل ينظران الى السماء الصافية والنجوم المتلألئة للتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى بدأ الطفل يسأل والده عن بعض الامور التي تدور في ذهنه الصغير ودار بينهما الحوار التالي يا ابي تكلمنا من قبل ان هذا الكون لا يمكن ان يكون بلا خالق مدبر حكيم وبالفعل كل الاشياء من حولنا تدل على وجود الله سبحانه وتعالى لكن لماذا نؤمن بان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وهل هناك ما يشهد له بالنبوة يا سالم الايمان بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس مجرد تقليد لما ورثناه عن ابائنا انه ايمان قائم على الدليل والبرهان وهناك مؤلفات كثيرة بفضل الله تفصل في اثبات ذلك منها كتاب براهين النبوة للدكتور سامي عامري وكتاب النبأ العظيم للدكتور عبد الله دراز وكتاب نبوة محمد من الشك الى اليقين للدكتور فاضل السام الرائي وعشرات المؤلفات حول هذا الموضوع ما شاء الله هل قرأت منها شيئا؟ نعم قرأت بعضها لاننا في زمان يحتاج منا ان نتسلح بالعلم لمواجهة الشبهات هل من الممكن ان اتعرف على بعض هذه الادلة الان؟ بالطبع يا بني عليك ان تعلم اولا ان هناك الكثير من الادلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وساذكر لك بعضا منها على وعد ان تقرأ احد الكتب التي ذكرتها لك منذ قليل حتى تتعمق اكثر بالطبع يا ابي سوف افعل ذلك ان شاء الله اذا دعني اخبرك ببعض هذه الادلة الدليل الاول هو القرآن الكريم وهو الكتاب الذي تحدى الله به الانس والجنة ان يأتوا بمثله فعجزوا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على ان يأتي بهذا القرآن من عند نفسه فهو امي لم يقرأ ولم يكتب ومع ذلك جاء بكتاب معجز في بلاغته واخبرت سوره عن قصص الاولين مما لا يعرفه الا علماء اهل الكتاب كما صحح ما في كتب اليهود والنصارى من اخطاء في العقائد والتاريخ وهذا لا يمكن لبشر ان يأتي به دون وحي من الله بالفعل يا ابي القرآن الكريم كتاب عجيب لا يمكن ان يكون من كلام البشر سبحان الله هذه فعلا من الاشياء التي ذكرت في القرآن في قول الله تعالى غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ما شاء الله يبدو انك تراجع محفوظك من القرآن الكريم باستمرار وتستحضر الايات بسرعة نعم يا ابي افعل ذلك باستمرار وانوي باذن الله ان اتم حفظ القرآن قريبا ما شاء الله اسأل الله ان يوفقك في ذلك ويجعلني وياك من الصالحين اللهم امين هل هناك ادلة اخرى تحب ان تذكرها لي بالطبع يا بني من هذه الادلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وقد شهد له بذلك خصومه قبل اصحابه وما كان لرجل يصدق مع الناس ثم يكذب على الله وقد كان معروفا بالصادق الامين حتى قبل بعثته واذا اردت معرفة مزيد من الادلة فعليك بالرجوع للكتب التي اخبرتك عنها سالفا شكرا لك يا ابي الان فهمت ان الايمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس مجرد تقليد بل هو ايمان قائم على حقائق وادلة احسنت يا سالم ولذلك نحن مسلمون نحمد الله على نعمة الاسلام وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام وعلينا دائما ان نتدبر كلام الله ونفكر في دلائل النبوة لنزداد يقينا الحمد لله على هذه النعمة سأحاول ان اتعلم اكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسأخبر اصدقائي بما تعلمته الان ان شاء الله اسأل الله ان يبارك فيك يا سالم وان يجمعني وإياك في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امين وجميع السامعين قال الامام ابن القيم رحمه الله ان احد الصالحين كان يسير في بعض الطرقات فرأى بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وامه خلفه تطرده حتى خرج فاغلقت الباب في وجهه ودخلت فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي اخرج منه ولا من يؤويه غير والدته فرجع مكسور القلب حزينا فوجد الباب مغلقا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام ودموعه على خديه فخرجت امه بعد حين فلما رأته على تلك الحال لم تملك الا ان رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول يا ولدي اين ذهبت عني ومن يؤويك سواي ألم اقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وارادة الخير لك ثم اخذته ودخلت فتأمل قول الام لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم لله ارحم بعباده من الوالدة بولدها واين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء فاذا اغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه فاذا تاب اليه فقد استدعى منه ما هو اهله واولى به قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ذهب الشيخ عثمان في رحلة دعوية إلى إحدى الدول الأوروبية وكان يعيش بجوار أسرة بوذية متعصبة وكان دائما يعاملهم بطريقة حسنة لكنهم يتعاملون معه بطريقة سيئة ويتجنبون الحديث معه وكان يسمع دائما في منزل جيرانه بعض الأصوات العالية بسبب المشاكل التي يتسبب فيها ابنهم الوحيد المشاغب في إحدى الليالي الباردة سمع صراخا ومشاجرة بين الولد ووالده وفجأة طرد الأب ابنه في الشارع وكان يرتجف ويتألم من شدة البرد فدعاه الشيخ عثمان إلى منزله وقدم له الطعام وجلس يتحدث معه وينصحه وبعد حوار طويل قرر الشاب أن يدخل الإسلام لما لمسه من حسن الخلق والمعاملة الحسنة وحسن الضيافة نام الشاب ليلته في منزل الشيخ عثمان وفي الصباح أيقظه لصلاة الفجر وعلمه كيفية الصلاة وبعد الانتهاء من الصلاة دار بينهما الحوار التالي شكرا لك على حسن الضيافة الآن أشعر براحة كبيرة بعد أن دخلت في الإسلام وكأني ولدت من جديد الحمد لله على هذه النعمة وعليك أن تشكر الله عز وجل وحده فهو سبحانه الذي هداك الحمد لله ولكن كيف أقابل والدي وماذا أقول لهما فقد طردني والدي بسبب كثرة المشاكل التي تسببت فيها والآن سندخل في مشكلة أخرى وهي إسلامي فأسرتي متعصبة جدا نعم بالطبع هذه مشكلة وأسأل الله أن يشرح صدرهم للإسلام وعلى كل حال عليك أن تتمسك بديني كمهما كان وفي نفس الوقت أصلح من نفسك وأظهر لهم الأخلاق الحسنة فربما تكون سببا في إسلامهما أتمنى ذلك لقد دعوت الله في سجودي أن يهديهما إلى الإسلام وسيكون هذا أسعد خبر في حياتي بعد دخولي في الإسلام لا شيء بعيد عن رب العالمين فقط عليك أن تظهر لهم أخلاق الإسلام وسماحته ولا يحملنك كفرهما على أن تترك البر الذي أوصاك الله به كيف أبرهما يا شيخ وهما يكفران بالله عز وجل ويعبدان الأصنام لقد أوصان الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين فما نحن إلا ثمرة تعبهم وسهرهم تذكر كيف حملتك أمك بين يديها في لحظات ضعفها وكيف كانت تسهر على راحتك وكيف كان والدك يعمل من أجل توفير المال لرعايتك وشراء أفضل الملابس لك استمع إلى هذه الآيات من القرآن الكريم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ما شاء الله ما أجمل الإسلام وما أجمل كلام الله الآن فقد تذكرت أيام طفولتي مع أمي التي كانت تسهر على رعايتي ووالدي الذي كان يحضر لي الألعاب والملابس الجميلة لقد كنت قاسيا معهما ولم ينبهني أحد على ضرورة التعامل معهما بالرفق واللين الآن جاءت فرصتك للإصلاح والتغيير إلى الأفضل إن شاء الله سوف أغير من نفسي لكن كيف أوازن بين طاعة رب العالمين وبر الوالدين وماذا أفعل إذا رفضا إسلامي وطلبا مني العودة إلى دينهم قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن ذلك في الآيات التي سمعتها منذ قليل حيث قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإذا جاء يوم وطلب منا أحد شيئا يخالف ديننا وعقيدتنا فعندها علينا أن نتذكر أن طاعة الله أولى من كل شيء ولكن حتى في هذا الموقف علينا أن نتعامل بالرفق واللين وأن لا ننسى المعروف والاحترام لا سيما مع الوالدين شكرا لك يا فضيلة الشيخ أستأذن الآن بالعودة إلى المنزل ولن أنسى لك هذا المعروف الذي قدمته لي لا شكر على واجب وأسأل الله أن يوفقك في حياتك الجديدة ذهب الشاب إلى منزله فوجد والدته طريحة الفراش بعد أن تعرضت للمرض بسبب البرد الشديد فقام بتحضير مشروب ساخن وأحضر الدواء وقدمه إليها برفق والين تعجبت الوالدة من هذا التصرف غير المعتاد ودار بينهما الحوار التالي أين ذهبت وكيف قضيت ليلتك بعد أن طردك والدك؟ ظننت أنك ستعود وتطرق الباب لقد انتظرتك حتى أصبت بالمرض من شدة البرد آسف لك أمي سامحيني فقد كنت أرتجف من شدة البرد وعندما رآني جارنا الشيخ عثمان دعاني إلى بيته وأحسن ضيافتي جزاه الله خيرا هذا الشيخ المسلم الذي سكن مؤخرا بجوارنا؟ نعم يا أمي لقد قضيت ليلة طيبة معه جعلها الله في ميزان حسناته ما هذه الكلمات التي ترددها؟ هل تركت دينك واعتنقت الإسلام؟ هل غسل هذا الشيخ دماغك؟ اهدئي يا أمي فأنت مريضة تفضل الدواء وأسأل الله أن يشفيك عاجلا غير آجل لن أهدأ حتى أعرف من علمك هذا الدعاء؟ يبدو أنك أسلمت نعم أسلمت بفضل الله تعالى وأدعوك أنت أيضا للإسلام إذا كنت تحبني فعليك أن تترك هذا الدين وتعود إلى ديننا وإذا علم والدك فسوف تحدث مشكلة كبيرة يا أمي لا يمكنني أن أترك هذا الدين بعد أن ذقت حلاوة الإيمان وأرجو من الله أن أكون سببا في هدايتكم ولكم علي البر وحسن الخلق والمعاملة الطيبة هل تعلمين ماذا دار بيني وبين الشيخ عثمان؟ لا أريد أن أعرف شيئا لكن وجهك قد تغير ما الذي حصل لك هل تغيرت إلى الأفضل أم إلى الأسوأ يا أمي؟ لا أدري لكنك أصبحت تردد كلمات عجيبة اسمعي يا أمي ماذا قال لي الشيخ حول كيفية التعامل مع الوالدين وهذا أحد أسباب دخولي في الإسلام؟ وهل في هذا الدين تعليمات بخصوص الوالدين؟ نعم يا أمي لقد أوصان الله ببر الوالدين وشكرهما وذكرنا بما قدماه لنا في طفولتنا بل وأمرنا بحسن المعاملة مهما حصل منهما أريد أن أسمع هذه الوصايا هل حفظت منها شيئا؟ نعم بالطبع قد سجلتها على هاتفي استمعي إلى هذه الآيات ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وقال الله سبحانه وتعالى أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما هذا كلام جميل لم أسمع به من قبل هل تعلمين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ما أجمل هذه الوصايا لأول مرة أسمع هذا الكلام عن الإسلام فقد كنت أسمع عنه الأشياء السيئة لكن تصرفات جارنا كانت جيدة وكنت أكرهه فقط بسبب ما أراه في الإعلام عن المسلمين هكذا هو الإعلام يا أمي دائما يشوه الحق ويلمع الباطل لقد تحمست لمعرفة المزيد عن الإسلام بماذا يأمر هذا الدين؟ يأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الرحم والعطف على الفقراء ما أجمل هذا الدين؟ ماذا يفعل الإنسان إذا أراد الدخول في الإسلام؟ عليه أن ينطق بالشهادتين ثم يبدأ في أداء الصلاة وسائر العبادات لإثبات صدقه في دخول الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اللهم لك الحمد الله أكبر لا أستطيع وصف مدى فرحتي بدخولك في الإسلام يا أمي وأسأل الله أن يشرح صدر والدي للإسلام وهنا دخل والد الشاب واحتضنه وقال له لقد سمعت ما دار بينكما وأنا أيضا أريد الدخول في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهنا فرح الشاب كثيرا وذهب مسرعا ليخبر الشيخ عثمان بما حصل وفرح هو الآخر وذهب الشيخ لتهنئة أسرة الشاب بإسلامهم وتعرف عليهم وكانت فرصة للمودة بين أسرة الشيخ وأسرة الشاب وبعد انتهاء الشيخ من رحلته ودع الأسرة وهو يبكي وكانوا أيضا يبكون لفراقه ويطلبون منه البقاء لكنه اعتذر وقال لا أستطيع البقاء لمدة طويلة ونصحهم بالهجرة إلى بلاده والسكن بين المسلمين وقد وعدوه بالإعداد والهجرة قريبا في إحدى القرى الهادئة بدولة كندا كان هناك رجل مسن يدعى عمر يعيش مع ابنه إبراهيم الذي تعب في تربيته بعد وفاة والدته ولكنه تأثر بالحياة المادية في دول الغرب وكان عمر رجلا حكيما يعامل ابنه معاملة حسنة ويناقشه في كل شيء بطريقة هادئة وكان إبراهيم يحب والده ويحترمه كثيرا ولكنه كان دائما يتساءل عن سبب تمسك والده بالحياة رغم كبار سنه سمع إبراهيم مرارا عن قانون الموت الرحيم وهو قانون يشجع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على قتل النفس في يوم من الأيام جلس مع والده ودار بينهما هذا الحوار يا أبي لقد عشت عمرا طويلا ورأيت من الدنيا الكثير ألا تشعر بالتعب؟ لماذا لا تتمنى الراحة من هذه الحياة الطويلة؟ ماذا تقصد يا إبراهيم؟ وكيف أرتاح من هذه الحياة الطويلة؟ لقد سمعت عن طريقة لإنهاء الحياة عن طريق الموت الرحيم لا يشعر الشخص فيها بالألم ويغادر الدنيا بسلام ويرتاح للأبد لكن هذا الأمر لا يجوز في الإسلام وهو بمثابة قتل النفس وهذه جريمة كبرى ومن فعل ذلك فقد استعجل العذاب أعتذر يا أبي ولكن لماذا يعيش الإنسان طويلا مع هذه المعاناة؟ وما الذي يجعله يتمسك بالحياة؟ يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا فالعيش الطويل في طاعة الله نعمة فكلما طال العمر للمؤمن كلما زادت حسناته وارتفعت درجته عند الله ولكن يا أبي ماذا عن التعب والمصاعب التي يواجهها الإنسان في كبر سنه؟ أليس من الأفضل أن ينتهي كل هذا؟ يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله قال خياركم أطولكم أعمارا إذا سددوا وكذلك قال خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا فطول العمر في الإسلام فرصة للمزيد من العمل الصالح والتوبة والتقرب إلى الله وكلما زاد عمر الإنسان وكان على صراط الله المستقيم كان ذلك خيرا له في الدنيا والآخرة ابتسم إبراهيم وقد شعر بفهم أعمق لما كان يقوله والده ثم قال سامحني يا أبي لقد سمعت في الأخبار عن قانون الموت الرحيم وللأسف أقنعوني أن الحل الأمثل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن يقتلوا أنفسهم للراحة من هذه الدنيا ولكن الآن اقتنعت بأن الرحمة الحقيقية في أن يعيش الإنسان ويطيع ربه وتزداد حسناته أسأل الله العفو والمغفرة أحسنت يا بني إذن يا أبي الحياة الطويلة للمؤمن هي هبة من الله وفرصة للمزيد من البركة والحسنات ولا يجب أن نتمنى زوالها نعم يا بني الحياة نعمة من الله وكل لحظة فيها هي فرصة للتوبة والعمل الصالح لذا يجب علينا أن نستثمر أعمارنا في الطاعة وأن نكون دائما متفائلين بأن الله يختار لنا الخير في كل شيء الحمد لله على نعمة الإسلام وأسأل الله أن يمد في عمرك يا أبي ويجمعني بك في الجنة اللهم آمين في تلك اللحظة شعر إبراهيم براحة وسكينة وأدرك أن الحكمة تأتي مع العمر وأن كل يوم في حياة المؤمن هو فرصة جديدة لرفعة الدرجات وتكفير السيئات وجالس مع والده لقراءة القرآن والأذكار وأيقن أن الخير كل الخير في طاعة الله واتباع تعاليم الإسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيب وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدَوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَلِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا كانت حادثة الإفك اختبارا كبيرا للمؤمنين كافة حيث كانت عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هدفا لشائعات مغرضة انتشرت بين الناس وكانت هذه الشائعات تتهمها بأمر خطير وهو الفاحشة ولكن الله تعالى برأها في القرآن الكريم في أحد الأيام أثناء الفتنة بدأت الأخبار تنتشر بين الناس وكانت المدينة تغلي بالشائعات والأقاويل وفي بيت أبي أيوب الأنصاري دار الحوار الآتي بينه وبين زوجته يا أبا أيوب ألا تسمع ما يقوله الناس عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم نعم للأسف سمعت ذلك وأشعر بحزن كبير ولكن هل تظنين أن هذا الكلام صحيح؟ لا والله لا أظن ذلك أبدا وإنما سألتك لأعرف رأيك بعد أن زلت أقدام بعض المسلمين في هذه الفتنة يا أم أيوب ما سمعتيه عن عائشة من الإفك والبهتان وإني سائلك عن ذلك أكنت أنت فاعلة مثله لا والله لا يمكنني فعل شيء كهذا أبدا وأعوذ بالله من ذلك إذن فعائشة والله خير منك وأطيب ولا يمكن أن تفعل ذلك إنما هذا كذب وإفك باطل صدقت يا أبا أيوب فوالله إن عائشة لطاهرة نقية وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا واثقة من براءتها فلنصبر إذن ونمسك ألسنتنا فإن الله يدافع عن عباده المؤمنين وسيظهر الحق عاجلا أو آجلا وهنا نزل قول الله تعالى ببراءة عائشة رضي الله عنها في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين فقال أبو أيوب لزوجته الحمد لله لقد أنزل الله براءة أم المؤمنين وكشف الكذب والإفك الحمد لله الذي أظهر الحق ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان والحق دائما وإلى هنا انتهت هذه الفتنة ببراءة عائشة رضي الله عنها بعد نزول آيات القرآن مع ذكر موقف المؤمنين الصادقين مثل أبي أيوب وزوجته الذين ظنوا بالمؤمنين خيرا وقالوا هذا إفك مبين من الدروس المستفادة من هذه القصة أولا التحلي بحسن الظن بالمسلمين وعدم الاستعجال في الحكم عليهم بناء على أقوال غير مؤكدة ثانيا التحقق من الأخبار قبل تصديقها ثالثا قوة الإيمان وثقة المسلم بعدل الله رابعا الصبر والثبات في وجه الفتن حتى يأتي الفرج خامسا الابتعاد عن الخوض في أعراض الناس يا أم إني قد كتبت مدافعا والدمع مني كالنذى المنساب من ذاك يجر أن ينال لسانه من زوج خير العجم والأعراض جلس التابعي الربيع بن خثيم مع زوجته في يوم من الأيام يتبادلان الأحاديث بعد يوم طويل من العمل والعبادة فقال الربيع يا زوجة العزيزة هل يمكنك أن تصنعي لنا خبيصا؟ والخبيص هو المعمول بالتمر وهي أكلة لذيذة فقالت زوجة الربيع بالطبع يا ربيع سأقوم بإعداده على الفور ولكن لاحظت أنك نادرا ما تطلب شيئا خاصا مثل هذا هل هناك مناسبة معينة؟ فسكت الربيع وانصرفت الزوجة وبدأت في إعداد الطعام وبعد ساعات قليلة انتهت الزوجة من صناعة الحلوى اللذيذة وجاءت بها إلى الربيع وقالت ها هو الخبيص جاهز يا ربيع أتمنى أن يعجبك فقال لها جزاكم الله خيرا وأحسنت صنعا سأرسل بعضا منه إلى جارنا المسكين الذي به خبل فقالت له زوجته ولكن يا ربيع لقد بذلت جهدا كبيرا في تحضيره وهذا الرجل لا يدري ما الذي يأكله فقال الربيع نعم هذا صحيح ولكنه يحتاج إلى هذا الطعام أكثر منا لإدخال السرور عليه وإن كان لا يدري فإن الله يدري فأجابت الزوجة بإعجاب واحترام أنت محق يا ربيع سأساعدك في إرسال الطعام له فأخذ الربيع بن خثيم الطعام إلى جاره المصاب وجلس بجانبه وهو يلقمه واللعاب يسيل من فمه والربيع يبتسم له تاركا أثرا طيبا في قلب زوجته وقلب كل من سمع بحكايته رحم الله الربيع بن خثيم وزوجته وكل من صنع مثله وأدخل السرور على الضعفاء والمساكين من التراجم الغريبة والتي تلحظ فيها عجيب تدبير الخالق سبحانه ترجمة عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان مشركا فأسلم ثم انحدر إلى القاع وارتد وافترى على الله ورسوله كذبا حتى نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة فيه الذم والتقريع فكان أن استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العفو عدلا يوم الفتح فأمر بقتله ولو كان متعلقا بستار الكعبة ثم شفع له عثمان وسكت النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لعثمان وإن كان يحب أن يقتله أحد أصحابه بل وعاتب أصحابه على إحجامهم عن قتله ثم حسنت توبته وتولى مصر وفتح إفريقيا ولما ثارت الفتنة اعتزل وترك الناس وما يقتتلون فيه وحببت إليه الصلاة فسأل ربه أن يجعل آخر عمله صلاة الصبح فقام يوما فصل الصبح وبلغ التسليمة الأولى ولما التفت ليسلم عن يساره قبض الله روحه ولعلها كانت استجابة من الله تعالى لدعاء عبده فتنقل من شر إلى خير ثم إلى غاية الشر ثم إلى خير مجددا ولعل الله تعالى أراد له أن يختم عمره بالخير فضلا منه وكرما سيرة عجيبة قارب صاحبها النار مرارا ولكن نرجو أن الله سبحانه قد شاء أن ينجيه ويستنقذه منها بفضله وكرمه ونرجو اليوم أن لا نحرم هذا الكرم من ربنا سبحانه بمحض منة منه وفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسادعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الويض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خاندين فيها ونعم أجر العاملين في بلدة صغيرة كان يعيش رجل يدعى مصطفى يعرف بين أبناء البلدة بالكرم والتواضع وحسن الخلق كان مصطفى أبا لابنة صغيرة تدعى مريم في يوم من الأيام بينما كان يجلسان في الحديقة الأمامية لمنزلهما سألت مريم والدها عن معنى الجمال الحقيقي ودار بينهما هذا الحوار أبي أسمع الناس يتحدثون كثيرا عن الجمال والأناقة أريد أن أكون جميلة مثل الأميرات في القصص هل تعتقد أن هذا مهم؟ يا مريم الجمال هو أمر نسبي والجمال الحقيقي لا يتعلق فقط بالمظهر الخارجي هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ماذا يعني هذا الحديث يا أبي؟ هذا الحديث يعني أن الله لا ينظر إلى الشكل الخارجي للإنسان أو بما يملكه من أموال الأهم عند الله هو التقوى ونقاء القلب وحسن الأعمال الجمال الحقيقي ينبع من الداخل من الخير الذي نقدمه للآخرين ومن محبتنا وصدقنا وإخلاصنا إذن أبي إذا كان لدي قلب طيب وساعدت الآخرين هل سأكون جميلة حقا؟ نعم يا مريم الجمال الداخلي هو الذي يستمر ويجذب الناس إليك الناس ينسون الإنسان بعد موته بأيام قليلة وينسون شكله لكنهم لن ينسوا ما صنعه لأجلهم لذلك كوني دائما صادقة طيبة القلب ساعية للخير أحببت ذلك يا أبي أريد أن أكون شخصا جيدا ويحبني الناس بسبب أعمالي الصالحة وما أقدمه من خير وليس فقط لمظهري الخارجي أو بسبب أموالي هذا هو الجمال الحقيقي يا مريم الله يحب القلب النقية والأعمال الصالحة وهذا ما يجب أن نحرص عليه دائما أسأل الله أن يجعل قلوبنا تقية نقية خالية من الرياء والكبر والنفاق اللهم آمين وجميع السامعين وهكذا تعلمت مريم درسا مهما عن الجمال الحقيقي وأدركت أن الأعمال الصالحة ونقاء القلب هما ما يجعل الإنسان جميلا في نظر الله والناس يحكى أن أحد الشباب انغمس في الذنوب والمعاصي والفواحش واستمر على ذلك لسنوات طويلة وكان ضميره يذكره أحيانا بعذاب الآخرة وكان كلما تذكر هذا الأمر يشعر بالألم والذنب حتى أنه كان يتمنى أحيانا لو لم يرتكب هذه الذنوب لكن صحبة السوء وكثرة المعاصي جعلته يشعر باليأس وكأن الوقت قد فات وبعد أن كان يصلي أحيانا ترك الصلاة بالكلية وصارت حياته كلها في المعاصي والذنوب يشرب الخمر ويزني ويمشي مع أصدقاء السوء ذات يوم وبينما كان يسير في الشارع أثناء أذان العشاء قابله أحد أصدقاء الدراسة ودعاه إلى دخول المسجد للصلاة وبالفعل دخل معه وتوضأ ثم صلى ركعتين وجلس في ركن المسجد ينتظر صلاة الجماعة لكنه كان يشعر بالخجل من الله لأنه ترك الصلاة مدة طويلة وبعد دقائق أقيمت الصلاة وبدأ الإمام بالتكبير ثم قراءة الفاتحة ثم قرأ قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم تأثر الشاب بكلمات الآية وكأنها كانت رسالة موجهة إليه وشعر بأن الله يخاطبه مباشرة ويخبره بأنه لا يزال هناك أمل وأن رحمة الله واسعة أحس الشاب براحة كبيرة ودموعه تملأ عينيه قرر في تلك اللحظة أن يغير حياته وأن يبتعد عن المعاصي بعد انتهاء الصلاة أقبل على الإمام وقد رأى في عينيه الدموع فقال له هل يغفر الله كل ذنوبي إذا أنا تبت واستغفرت فقال له الإمام نعم لكن عليك بالإخلاص في التوبة والندم والعزم على عدم العودة مرة أخرى قرر الشاب منذ تلك اللحظة ترك المعاصي وصحبة السوء وبدأ بالانتظام في الصلاة وطلب المغفرة من الله بصدق ومن قلبه فوجد السلام الداخلية والطمأنينة كما بدأ في مساعدة الآخرين محاولا تصحيح أخطائه السابقة وصار يدعو إلى الله في الشارع والعمل والمنزل حتى صار قدوة للشباب نستفيد من هذه القصة أن الله غفور رحيم كريم وأنه مهما كانت الذنوب كبيرة فإن باب التوبة مفتوح مهما وقع الإنسان في الذنوب طالما أقبل على الله بصدق فإنه يقبله ولا يرده وسادعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خاندين فيها ونعم أجر العاملين في بيت بسيط يقع في قرية بمحافظة السويس المصرية يعيش رجل وزوجته وقد رزقهم الله رزقا طيبا من زراعة المانجو كان الرجل يحب بستانه جدا وقد بذل فيه جهده ووقته ليزدهر كان يحب ثمار أشجاره التي تعب عليها لتصديرها خارج البلاد في يوم من الأيام بينما كان يجلس مع زوجته في فناء المنزل وكان يتحدثان عن قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فقالت الزوجة ماذا تعتقد أن نفعل لننال هذه المنزلة العظيمة؟ فكر الرجل للحظة ثم قال أنت تعرفين أني أحب ثمار بستاني كثيرا وأحرم نفسي وعائلتي من أكلها لأنها غالية جدا وتصدر إلى الخارج لكن ربما يجب أن أبدأ بها حتى أنال هذه المنزلة العظيمة أعتقد أن هذا ما يعنيه الإنفاق مما نحب أن نكون مستعدين للتخلي عما نحبه من أجل مرضات الله في اليوم التالي جمع الرجل أطيب وأغلى ثمار المانجو وذهب بها إلى بيوت الفقراء في قريته وبدأ يوزعها بسخاء وتعجب الناس من ذلك وشكروه وكانوا سعداء جدا وهم يأكلون من ثمار المانجو التي لا يستطيعون دفع ثمنها فشعر الرجل براحة وسعادة لم يشعر بها من قبل وهو في طريق العودة إلى منزله قابله أحد التجار وقال له أريد أن أشتري ثمار بستانك وسأزيد في السعر الذي تبيع به لأن جودتها عالية وإن وافقت فسوف أشتري منك كل عام ولن تحتاج إلى عرضها على التجار فرح الرجل كثيرا وشعر بكرم الله عليه وعندما عاد إلى المنزل سألته زوجته كيف كان شعورك اليوم يا زوج العزيز؟ ابتسم الرجل وقال كان شعورا رائعا لقد شعرت حقا بأنني أقترب من الله وأن البركة تأتي عندما ننفق مما نحب الحمد لله على هذا الفضل العظيم ونسأل الله أن يتقبل منا ويديم علينا هذه النعمة تعلم الرجل وزوجته درسا عظيما في ذلك اليوم وهو أن الإنفاق من الأشياء التي نحبها يجلب الرضا والبركة والسعادة ويقربنا من الله ومنذ ذلك اليوم استمر في تقديم أفضل ما لديهما من أجود الطعام للمحتاجين وأصبح الناس يتحدثون عن جودهم وكرمهم وحسن أخلاقهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم في إحدى القرى الصغيرة عاش رجل يدعى سالم وكان معروفا بكرمه وحبه لأهل قريته ذات يوم مرض جار له يدعى حسن وكان لا يستطيع العمل في حقله بسبب مرضه شعر سالم بالحزن لأجل حسن فقرر أن يساعده في محنته وفي اليوم التالي استيقظ باكرا وذهب إلى حقل حسن وبدأ في العمل عمل بجد طوال النهار يزرع ويسقي النباتات عندما عاد حسن إلى صحته ورأى ما فعله سالم شعر بامتنان كبير فقال حسن لسالم لماذا فعلت كل هذا؟ أجاب وهو يبتسم تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأردت أن أحب لك ما أحب لنفسي منذ ذلك اليوم أصبحت القرية تتحدث عن كرم سالم وحسن نيته وأصبح الجميع يسعون لتطبيق هذا الحديث النبوي في حياتهم اليومية مما جعل القرية مكانا مليئا بالمحبة والتعاون والأخوة يحكى أن رجلا كان يحلم بأن يصبح إماما عظيما يحترمه الجميع ويقتدون به بحث كثيرا ووجد أن الطريق لهذا الطموح في هذا الزمان إنما يكون بإثارة الجدال ونشر الغرائب والأقوال التي تثير الفتنة وقد كان يقول ذلك عن خصومه من العلمانيين وأهل الضلال فتن الرجل وقرر أن يطبق نفس الأفعال للحصول على الشهرة وفي نفس الوقت أراد أن يظهر أنه على الحق وأن خصومه على الباطل فقال إن الأمر يتطلب المرور بمحنة كبيرة تظهر قوتي وصبري ظل يفكر طويلا حتى وجد حلا غريبا قرر أن يشتم أئمة الإسلام المتبوعين علنا فصار يكفر ويبدع ويصدم الناس بأقواله الغريبة وكان يعلم جيدا أن الناس سيهاجمونه وبذلك يتحقق مراده بأنه يتعرض لمحنة عظيمة ومظلومية كبيرة بدأ بالفعل في توجيه الانتقادات اللاذعة للأئمة مما أثار غضب الناس أصبح الجميع يتحدثون عنه وعن أفعاله الغريبة حتى وصفوه بالمتخلف والجاهل جلس بمفرده ذات يوم في غرفته يراقب ردود الفعل من حوله بابتسامة صغيرة على وجهه وقال لنفسه هذه هي المحنة التي كنت أنتظرها ولكن مع مرور الوقت أدرك أن الاحترام والقيادة الحقيقية لا يأتيان من إثارة الجدال والفتنة بل من العلم والحكمة والتواضع قذف الله في صدره نور الهداية وعاد إلى رشده وبدأ في حذف كل ما نشره عن الأئمة والعلماء وخرج عبر قناته معتذرا عما بدر منه خلال السنوات الماضية لقد تعلم درسا بليغا وبدأ يسعى لتحسين نفسه من خلال العلم والعمل الصالح حتى أصبح إماما يحترمه الناس ويحبونه لكن ليس بسبب محنة صنعها بنفسه بل بفضل جهوده الحقيقية وإخلاصه في خدمة دينه والتأليف بين قلوب المسلمين ونبذ الفتنة يروى أن نبي الله عيسى عليه السلام كان بصحبته رجل من اليهود وكان معهما ثلاثة أرغيفة من الخبز ولما أراد أن يتناول طعامهما وجد عيسى عليه السلام أنهما رغيفان فقط فسأل اليهودي أين الرغيف الثالث فأجاب والله ما كان إلا اثنين فقط لم يعلق نبي الله عيسى عليه السلام وسار معا حتى أتى يا رجلا أعمى فوضع عيسى عليه السلام يده على عينه ودعا له فشفاه الله عز وجل ورد عليه بصرة فقال اليهودي متعجبا سبحان الله قال عيسى عليه السلام لليهودي بحق من شفى هذا الأعمى ورد عليه بصرة أين الرغيف الثالث فرد اليهودي والله ما كان إلا اثنين ثم سار حتى أتيا نهرا كبيرا فقال اليهودي كيف سنعبره فقال له عيسى عليه السلام قل باسم الله واتبعني فسار على الماء فقال اليهودي متعجبا سبحان الله فسأله عيسى عليه السلام مرة ثالثة بحق من سيرنا على الماء أين الرغيف الثالث فأجاب والله ما كان إلا اثنين وعندما وصل الضفة الأخرى جمع عيسى عليه السلام ثلاثة أكوام من التراب ثم دع الله أن يحولها ذهبا فتحولت إلى ذهب فقال اليهودي متعجبا سبحان الله لمن هذه الأكوام من الذهب فقال عيسى عليه السلام الأول لك والثاني لي وسكت قليلا فقال اليهودي والثالث فقال عيسى عليه السلام الثالث لمن أكل الرغيف الثالث فرد بسرعة أنا الذي أكلته فقال عيسى عليه السلام هي كلها لك ومضى تاركا اليهودي غارقا في لذة حب المال والدنيا لم يلبث اليهودي إلا قليلا حتى جاءه ثلاثة فرسان فلما رأوا الذهب ترجلوا وقتلوه شر قتله ومات اليهودي ولم يستمتع بالذهب إلا دقائق معدودة وبعد أن حصل كل واحد منهم على كومة من الذهب بدأ الشيطان يلعب برؤوسهم جميعا فدنى أحدهم من أحد صاحبيه قائلا له لما لا نأخذ أنا وأنت الأكوام الثلاثة فقال له صاحبه فكرة رائعة فنادوا على الثالث وقال له هل يمكن أن تشتري لنا طعاما لنتغدى قبل أن ننطلق فوافق الثالث ومضى لشراء الطعام وفي الطريق حدثته نفسه فقالت له لما لا تتخلص منهما وتتمتع بالذهب كله وحدك فوضع الرجل السم في الطعام ليقتل صاحبيه ويحصل على المال كله بمفرده وعندما عاد استقبله بطعنات في جسده حتى مات ثم جلسا يتناولان الطعام الذي أحضره الرجل وهما لا يعلمان بالطبع أنه مسموم فلم يلبثا إلا ولحقا بصاحبيهما وماتا وعندما رجع نبي الله عيسى عليه السلام وجد أربعة جثث ملقات على الأرض ووجد الذهب وحده فقال هكذا تفعل الدنيا بأهلها وطلابها كان هناك رجل حكيم يحب دائما أن يجلس في حديقة منزله مع ابنته الصغيرة يتأملان في جمال الطبيعة وعظمة مخلوقات الله عز وجل في أحد الأيام بينما كان يجلسان تحت شجرة كبيرة بدأت الفتاة تطرح أسئلة على والدها عن السماء والأشجار والزهور ودار بينهما الحوار التالي أبي كيف نشأت كل هذه الأشياء الجميلة وكيف يعتقد بعض الناس أن كل هذا الكون وجد بدون خالق يا صغيرتي إن كل ما في هذا الكون يدل على وجود الله عز وجل ولكن بعض الخلق ينكرون الحقائق الواضحة إما لجهلهم أو كبرهم إن شئت أخبرك بقصة جميلة دارت أحداثها بين عالم مسلم وبين ملحد ينكر وجود الله نعم يا أبي أريد أن أسمع هذه القصة حسنا يا صغيرتي في مدينة صغيرة بإحدى الدول الآسيوية التي ينتشر فيها الإلحاد وعبادة الأوثان كانت توجد أقلية صغيرة من المسلمين فخرج إليهم أحد الملاحدة يوما وقال لا يوجد لهذا الكون إله وأتحدى أن يناقشني أحد في ذلك فاتفق الناس على إمام مسلم يسكن مدينة قريبة على الضفة الأخرى من النهر أن يأتي إليهم لمناقشة هذا الملحد وحددوا موعدا لهذا اللقاء وانتظر الجميع في ذلك اليوم وصول العالم المسلم وفي الوقت المحدد حضر الناس جميعا وجلس معهم الملحد ولكن العالم المسلم تأخر عن الموعد بدأت علامات القلق تظهر على وجوه المسلمين بينما كان الملحد يسخر منهم ويقول لقد هرب عالمكم لأنه يعلم أني سأهزمه إنها أزمة كبيرة يا أبي هل حضر العالم المسلم؟ نعم وصل بعد دقائق واعتذر عن تأخره وقال لهم بينما كنت في طريقي إلى هنا وجدت نفسي أمام النهر ولم يكن هناك قارب لأعبر به وبينما كنت أنتظر رأيت ألواحا من الخشب تطفو فجأة على سطح الماء ثم بدأت تتجمع معا بشكل منظم حتى أصبحت قاربا ركبته وجئت إليكم هذا كلام لا يصدق يا أبي هل صدق الناس كلامه؟ بالطبع لا يا صغيرتي لكنه أراد بذلك إحراج الملحد وإقامة الحجة عليه من لسانه ساهمت يا أبي لكن كيف رد الملحد على كلامه؟ رد عليه الملحد قائلا هل جننت يا رجل؟ كيف يتجمع الخشب ويصبح قاربا دون أن يصنعه أحد؟ وكيف يتحرك بدون وجود من يحركه؟ هل أتيت للمناقشة أم للإستخفاف بعقولنا؟ وهنا ابتسم العالم الحكيم وقال له لقد أقمت الحجة على نفسك إذا كنت تجد أنه من المستحيل أن يتجمع الخشب ويصبح قاربا دون صانع فكيف يمكن أن تصدق أن هذا الكون العظيم بكل ما فيه وجد دون خالق؟ فسكت الملحد وانتهت المناظرة قبل أن تبدأ وبهت الذي كفر بالفعل يا أبي إنها حجة قوية ما أذكى هذا العالم؟ وهذا يعني أن كل شيء حولنا هو دليل على وجود الله أليس كذلك؟ بالضبط يا صغيرة كل زهرة وكل شجرة وكل نجمة في السماء هي دليل على وجود الله عز وجل وما كان للعقلاء أن ينكروا ذلك وهنا شعرت الفتاة بالاطمئنان وأمسكت بيد والدها بقوة وقالت الحمد لله على نعمة الإسلام سأظل أتذكر هذه القصة دائما وسأخبر بها أصدقائي أيضا هذا ما أتمناه يا حبيبتي تذكر دائما أن إيماننا بالله ليس فقط مبنيا على ما نسمعه بل على ما نراه ونشعر به في كل لحظة من حياتنا وعلمتنا قصة طالوت أن النصر لا يكون إلا لخاصة الخاصة لن يمضي معك الجميع لدروب العزة والفداء بعضهم سيثنيه الحسد أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ومن نجى من ذلك سيثنيه حب الدنيا والتعلق بمتاعها فشربوا منه إلا قليلا منهم وحين تظن أنك جاوزت النهر ومعك الخلاصة من الأصفياء يأتي الخوف وابتلاء التراجع وعدم الثبات ليتخلى عنك من يرددون لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قلة قليلة وصفوة الصفوة من الأنقياء من أصحاب النفوس البريئة الصادقة لا يشترط أن يكونوا شيوخا باللحا والعمائم وغالبا يكونون فتية كفتية الكهف غلمانا كما كان داود عليه السلام لهم أخطاؤهم وعثراتهم لكن بداخلهم مراجل من الإباء وحرقة لحال المؤمنين الأبرياء هم من يحملون مش على الحرية ويضيئون طريق النصر على ترتيل ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وبهم يتحقق الوعد الرباني وتتنزل الآية فهزموهم بإذن الله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين